السلام شبابا ورغم شلو مكون إن شاء الله تكونوا بخير وإعاكم بشار محمد فيديو جديد قبل أن نبدأ هذا المقطع إذا كنت جديد تشاهدنا سواء وقتك شرقنا فعل زر التنبيهات وضع لايك للفيديو اليوم سيكون موضوع عن قناة انتو حياتي التي انسرقت قبل ثلاثة أيام طبعا يا شباب في هذه الفترة كانت قناة انتو حياتي تنسرق وكثير من الهجارية والنصابين الذين يسرقون قناة العالم للأسف كمان محمود صاحب قناة انتو حياتي كان ضحية وقناته انسرقت كمان قناته كانت تضم أكثر من 75 ألف مشتر يعني تعب كثير عليها ووصلها لهذه الدرجة وللأسف بتشوف قدامك انه قناتك انسرقت شي يعني بينا نقول انه صعب كثير كثير وصدمة كبيرة ما بعرف كيف لهلك عم يتحمل وما سمعت انه قناته انسرقت طبعا انصدمت كثير صرت أخافة على قناتي كمان طبعا انه تقريبا انا يعني صار سبت شهور بنشر فيديوهات هو تقريبا صار له ثلاث سنوات يمكن بيشتغل على قناته ويتعب فيها وكانت قناته مفاعل الربح عليها وكان يجيها الرزق عليها يعني صرت اقول يعني معقولة يوتيوب لهذه الدرجة ما عنده نزام حماية قوية لحتى يرجع القناة لصاحبها هو طبعا محمود حاول انه يرجعها لحلق ما قدر راح نشوف فيديو تبع محمود شو بيقول عن قناته من كتر الازمة اللي هو عم يمر فيها يعني شو بيطلع بيدنا ننساوي له طيب يلا نروح مع معنا نشوف فيديو محمود شو بيقول عن قناته شوف شوف كيف منفوز اول مرة بحيك سلوب البودي بي مع برهو اوكي هون هون نبلش قناتي انسرقت من تقريبا اربع خمس ساعات هلا راح يبين معنا امتى انسرقت قناتي هون حاطينا كلمة السر وهي هي وهذا هو صورتي مثل ما انتم لحظين لما منضغط على التالي فمثل ما انتم لحظين بيقال لي كلمة المرور الخاطئة يعني عن جد صدمة كثير كثير انه فجأة يعني تقوم من يعني اذا كنت نايم او كنت بالشغل فجأة تقوم بدك تدخل لقناتك تشوف يعني فيديوهاتك مشاهداتك وفجأة تشوف انه ما في قناتك اختفيت يعني صدمة كبيرة كثير اوكي حتى ولو انا كاذب شوفوا مثل ما انتم بلاحظين بيقول لي هون لا ما دخلنا بيقول لك انك تحاول تسجيل دخول على الجهاز يتعذر عليه وصوله وهذا تعرفوا وكل المشاهر اليوتيوب اللي راحوا قنواتهم واجهوا هاي المشكلة واحد منهم يعني تخيل انه حتى اذا بدك ترجحها يقول يتعذر على جوجل معرفة موقعك الجغرافي يعني الهكر طبعا مغير الموقع كمان موقع الجيميل البريد المكتروني لحتى يعني يصير مستحيل من سابع مستحيلات انه يرجع طبعا هو اليوم محتاج دعمنا يا شباب ومشعر فيه يعني تخيل معي اخي اختي انه شغلك وتعبك ورزقك فجأة بلمح البصر يختفي قدامك شادي العشي هو الوحيد اللي واجه هاي المشكلة وقناته طار وبعد شهور رجع يمكن بعض يومين رجع بعض اليوتيوبرية ناصر وبعد كثير يوتيوبرية بعد شهور رجعوا قناتهم والله العظيم مشعور صعب كثير قناتي مثل ما انتم لحظين فيديوهات جابت اربعمائة الف مشاهدة جابت مليونين ومتين الف مشاهدة جابت تسعة الاف مشاهدة جابت تلاتمائة مشاهدة جابت مية واربعين مشاهدة يعني جابت الاف المشاهدات يعني نسبة قناتي لو منروح علمها او حول القناة شوفوا هون تقريبا عنده اخصائية اكتر من خمسين بليون مطابب مشاهدة يعني حرام كثير وكان فيها ارباح وكان فيها كل شي ورب الكعبة قناتي طارت يعني ما بعرف كيف طارت من قبل ساعتين اجتني رسالة قناتي مو موجودة عم محلفوا كثير بس من شان انكم تصدقوني فلا هذا السبب فبقول الله لا يعطيهم العافية اللي كان السبب فبترجاكم يا أصدقائي اللي متذكرني انا كمحمود محمد من شان انكم تتذكروا او من شان انكم تعرفوا انه انا كان صاحب القناة هذا هو فيديو تابعي كمان يا شباب هون نشوف انه هو بساوي ردد فعل على كل شي يعني مسلسلات اغاني هيك شغلات رح نشوفها هون كمان انا فتح التليفوني امرد على التعليقات بعد نص ساعة بفتح التليفون فلاحظ انه اجتني رسالة تم تغيير كلمة المرور تم تغيير بريد الإلكتروني طيب انا شو لازم احاول ان اراجع هذه المعلومات بل كي احاول اعمل استرجاع الحساب بفوض على البريد مبلغ الرسائل طبعا هاي هي شوفوا هاي هي المشكلة الوحيدة اللي بي نواجهها كلنا انه اذا انسرقت فورا يعني لما السارق يدخل على البريد الإلكتروني بيمسح هاي الرسائل يعني اذا حتى تروح ترجع بريد الإلكتروني بدك رجع القناة ما عدتك رجع هاي هي المشكلة الصعبة الرسائل اللي اجتني على الواجهة انحذفه مباشرة التلفوني انطفى فورا يعني الرسائل بيحذفوه مشان ان اذا واحد بدو يرجعها ورب الكعبة اول تمبرحة فات هكر على كوميوتري وشفر كل شي فيه وحكيت بفيديو باحد فيديوهاتي بقناتي السابقة اللي عم بحكي عليه صلي الساعة حكيت بهذا الموضوع انه هكر فات على قناتي وفي يوم البعده فتلاحظ ان قناتك ما انطارت ففيه حدث مشهور بقدر يساعدني فترجعكم بتجوا تساعدوني تراجعوني قناتي ان شاء الله قد ما نقدر يساعدوني باسم ظلموني البشر لانه لو كان البشر بشر ما كان عندهم هاي الغاية ليسرقوا الناس ويظلموا الناس يعني فيه ناس ممكن تقول انك طبعا هون كاتبة هو شخص واحد يعني سارق قناتك مو ضروري يعني نحن كمان مثلا نقول انه شخص واحد نحن كلنا نساعدك يا محمود هون فيه غلط لالك نتمنى يعني ما تحط علينا كلنا اوكي شباب انا كان في عندي قناة ما يقارب 25 ألف مشترك قناتي طار طبعا هو كمان قناته طارت من قبل بالمال او بالقناة او بالبريد مو بالعيال الحمد لله مو بالبذن بس هالمرة صار بالبذن هذا القناة كان مصدر رزقي كنت عايش على قناتي بس اليوم قناتي اللي اعصال السنين اتعب عليها طول الليل بحكي لأمي هالمرة بس دايتين لا تحكوا لا تفتحوا تلفوناتكم لا تحكوا مع احدا بنيم اخواتي بنيم ابي بساعة ثلاثة المساة بصور فيديوهات وبآخر شي بسواني قناتي تروح والله العظيم حرام يا حرام يعني هون شعور شعور طبعا صدمة اذا بتكن ما واختر كمل بصراحة اذا بتكن تكمل الفيديو راح تشوفوا الرابط بالوصف كمان الرابط فوق هون راح يطل وبتمنى تشاهدوا الفيديو كامل عنده وتشتركوا بقناته الجديد من يعني اللي تقدروا عليه يعني اليوم راح هو محتاجنا فنساعدوا عاقل يعني مش مجرد مشاهدة اشتراك لايك لحتى يعني هو يرجع ويبني حاله من جديد مجرد يعني دعم بسيط ندعمه طبعا يعني هلأ راح تقولوا ان انت كمان محتاج لهذا الشيء فينا نقول انه نصبر على الله يفرج علينا جميعا لا تنسوا اشتركوا اصدقائي اضعوا لايك للفيديو بشان ينتشر اكثر هذا الفيديو وقد ما نقدر نجيب مساعدة لمحمود كارو وياكم بشار محمد فيديو جديد والسلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة